يبدو أن آثار العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني ظهرت مبكرة فبعض السياسيين الإيرانيين بدوا وكأنهم استعادوا فجأة ذاكرة فقدت منذ نحو أربعة عقود مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة معصوم ابتكار تطالب حكومة العراق بدفع تعويضات عن أضرار تزعم أنها لحقت بالبيئة نتيجة الحرب التي اندلعت بين البلدين واستمرت ثمانية سنوات ملمحة إلى أن حكومة الرئيس الأسبق محمد خاتمي سبق أن تقدمت بشكوى إلى الأمم المتحدة بهذا الشأن ولم تكن ابتكار هي الأولى في هذا الصدد فنائب رئيس مجلس الشورى الإيراني محمود صادقي سبقها بيوم حين طالب العراق بدفع تعويضات بمليارات الدولارات عن الحرب العراقية الإيرانية التي بدأت عام 1980 منتقدا امتثال حكومة العبادي لقرار العقوبات الأمريكية ضد طهران بحسب قول العبادي الذي وصف العقوبات الأمريكية بالخطأ الجوهري والاستراتيجي رغم التزامه بتنفيذها ولأنها إيران التي تملك في العراق ربما أكثر مما يملك بعض العراقيين من أوراق القوة السياسية فقد انبرى نور المالكي زعيم حزب الدعوة الحاكم للدفاع عنها مؤكدا أن هذه العقوبات مرفوضة ولا مبررة لها وتمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي أما ميليشيا سيد الشهداء التابعة للحشد فأعلنت أنها ستعمل على كسر ما وصفته بالحصار الأمريكي على إيران بكل الوسائد المتاحة لافتا إلى أنه لولا إيران لما كان العبادي في سدة الحكم موقف أكدت عليه ميليشيا العصائب التي أكدت أن الأوان قد آن لحكومة العبادي أن ترد الجميلة لإيران التي دعمتها كثيرا بالمال والسلاح في المقابل فإن النائبة عن محافظة النجف فائق الشيخ علي يرى أن على إيران أن تدفع للعراق تعويضات عن مقتل مليون عراقي بسبب إدخالها تنظيم القاعدة إلى العراق بحجة محاربة الاحتلال الأمريكي كما أنها في رأي محللين تتحمل المسؤولية مع أمريكا عن إرساء أسس الطائفية التي دمرت العراق وأدخلته في نفق مظلم من الفساد والصراعات السياسية اشتركوا في القناة